رسول الله قد سنى الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيبة مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك عن ما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد مرحبا بكم في الحلقة الثامنة والعشرين من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية كنا مررنا في هذه الدورة على مراحل الزواج وما قبل الزواج والخطبة والعقد وما إلى ذلك ودخلنا إلى داخل البيوت وتحدثنا عن الرجال والنساء داخل البيوت ووصلنا في الحلقة الماضية معكم إلى حديث مهم جدا ودقيق جدا وخطير جدا وينبغي على كل شاب وكل فتاة يمضي نحو الزواج أو هما متزوجان أن يتعلم مفرداته وهو بحث الطلاق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله كل مذواق مطلاق الرجل الذي يتزوج كثيرا وفي نيته أن يطلق كثيرا الله عز وجل لا يحبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وإنك لن تجد زوجة كاملة وإنك لن تجدين زوجا كاملة اللهم إلا أن تكوني في الجنة أو أن تكون أنت في الجنة أما في الدنيا فالدنيا مجبولة على النقص وما عليه أن تكمل أنت زوجتك وأن تكمل أنت زوجك أما أن تكسر هذا العقد الذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا أما أن تحل هذا القيد فقد مشيت في ممشا وعر ولعل الله تعالى يحاسبك حسابا شديدا إن لم يكن ثمة ضرورة كبيرة لهذا الأمر كنا تحدثنا في المرة الماضية عن نصوص وأرقام في الطلاق وتكلمنا عن تعريف الطلاق وتكلمنا عن حكم الطلاق الآن لماذا شرع الطلاق؟ إذا كان الطلاق فيه شر إذا كان الطلاق فيه ضيق إذا كان الطلاق فيه تدمير لأسر لماذا شرعه الله تعالى؟ أتعلمون أيها الإخوة أن في كليات الطب يتعلم الأطباء ماذا؟ مادة اسمها مادة السموم إنهم يقرؤون السموم ليعالجوها وربما احتاجوا سمًا في يوم ما لعلاج ما أتعلمون أن طبيب الأسنان يستخدم في عيادته مادة قاتلة اسمها مادة الزرنيخ؟ إنها مادة سامة وقاتلة لكن لها استخدام في مكانها المناسب ألستم تخبرون أن في جراحة الطب مادة تدرس أيضًا بين الأطباء وفي الجامعات تسمى مادة البتر؟ أحيانًا يلجأ الطبيب إلى بتر عضوٍ من الأعضاء لماذا؟ لأن بقاء هذا العضو سيؤدي إلى تموت سائر أعضاء البدن فأنا بالخيار بين شرين أحلاهما مروا أختاروا الشر الأخف لأدفع شر الأكبر وقد حدثني طبيب عينية في يوم من الأيام وقال إنهم في طب العين يلجأون أحيانًا نسأل الله السلام لنا ولكم إلى قلع العين قال لي لقد قمت بهذه العملية في حياتي مرتين قال لكن يا أستاذ صدقني في المرتين وأنا أقلع العين كنت أبكي ويبكي معي الطاقم الذي يعالج في غرفة الجراحة وحدثني طبيب جراح مختص في طب الطوارئ قال بأنه احتاج مرة إلى بتر قدم وقال لي هو أيضاً إن المشفى كلها اهتزت عندما بترنا تلك القدم الطلاق هو كقلع العين الطلاق هو كبتر القدم الطلاق هو كمادة سمية لكنك تحتاج إليها في بعض الأحيان الإسلام شرع الطلاق دواءً لحالة يستحيل أن تستمر الحياة معها بل إن استمرت الحياة لأدت إلى جنغرين في كل هذه الأسرة لأدت إلى تموت في كل هذه العائلة لأدت إلى خصومات الله بها عليم وشجارات لا يحلها إلا الطلاق شرع الطلاق لحل مشكلة كبيرة وليس لصنع مشكلات جديدة فمن أراد أن يطلق فعليه أن يطلق بعد دراسة عقلية مستفيدة وبعد اختيار أو اختبار أو استشارة لأناس عقلاء يثقوا بدينهم ويثقوا بأخلاقهم وبناء على دراسته وعلى دراسة زوجته يجدون أن أفضل حل هو الفراق بين هذين الشخصين فيتم عندها الطلاق أما أن يأتي رجل إلى بيته فلا يجد الطعام جاهزاً فيقول لزوجته هي طالق فما بهذا أمر الله ولا شرع الطلاق لمثل هذه الحماقة أما أن يكون رجل يلعب مع أصحابه بلعبة الورق فيخسر حيناً أو لا يربح حيناً فيطلق زوجته أو يحلف بالطلاق فما لمثل هذه الحماقة شرع الطلاق أما أن تكون زوجة تطلب من زوجها أن يشتري لها ثوباً جديداً على عرس أختها فإذا لم يأتها بالثوب قالت له إذن أنا ذاهبة إلى بيت أهلي أرسل لي ورقة الطلاق أحمق امرأة في العالم أما أن تأتي امرأة لتقول لزوجها إذا قلت نفقته طلقني الآن أنا لن أصبر عليك بعد هذا الشهر أو الشهرين فما بمثل هذا شرع الله الطلاق الطلاق شرع لحل مشكلة كبيرة لا يمكن حلها إلا بالطلاق كان غير المسلمين لا يطلقون نساءهم وكانت بعض القوانين الوضعية ولا زالت تحرم الطلاق غير أنهم وجدوا أن أسراً كبيرة تدمر إن لم تطلق فقننوا الطلاق وصار الطلاق شرعة عالمية لكنه بقي في الإسلام مضبوطاً أحسن الضبط هذه هي حكمة الطلاق الآن نقطة دقيقة جداً أرجو من كل رجل أن ينتبه إليها ألفاظ الطلاق كيف يطلق رجل زوجته هذه الألفاظ أريدك أن تحفظها لأجل أن لا تستخدمها إلا عندما تريدها ومهما نطقت بها فأنت محاسب عليها لا ينفع الاعتذار ولا تنفع المسامحة ولا يوجد إقالة في الطلاق انتبه إلى هذه الألفاظ خطيرة وخطيرة جداً وهي ألفاظ حارقة لكنها لا بد أن تتعلمها ألفاظ الطلاق نوعان ألفاظ صريحة واضحة جلية وألفاظ يسميها العلماء كناية ليست صريحة الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية ما إن نطقت بهذه الأحرف المتتابعة التي ستسمعها مني الآن ذهبت المرأة وبقيت بغير امرأة لا تقل لي نويت أو لم تنوي أردت أو لم ترد الألفاظ الصريحة يا أيها الإخوة أرجوكم أرجوكم حافظوا على الأسر أرجوكم احفظوا أعراضكم ونساءكم يا أيها النساء أرجوكم نحن نريد أسراً والله ما درست هذه الدورة ولا أعدت هذه الدورة ولا بذل ما بذل والله أعلم بالشيء الذي بذل لهذه الدورة إلا حفاظاً على أسرتك أرجوك لا تدفعي زوجك نحو هذه الألفاظ ألفاظ الطلاق نوعاً صريحة وكناية أما الألفاظ الصريحة فهي الطلاق والفراق والسراح أكثر الناس الآن يستخدمون كلمة الطلاق من قال لزوجته هي طالق أو قال فلانة طالق وسماها بإسمها أو اتصل بها بالهاتف وقال أنت طالق أو أرسل رسالة عبر الجوال ونطق بها وقال فلانة زوجتي طالق ذهبت المرأة وانحل العقد وانكسرت الزجاجة وستسأل يوم القيامة بين يدي الله لما قلتها ووالله لئن لم يكن بين يديك حجة لتحاسبن حساباً عسيرة مهما صليت أو صمت أو زكيت أو حججت لقد كسرت أسرة عقد ما بينها رب العالمين بميثاق غليظ أتذكر تلك الكلمة التي قلتها لعمك زوجني ابنتك وقال نعم زوجتك أتحسب أن هذه الكلمة جاءتك من عند القاضي الشرعي أو من عند الشيخ الذي عقد العقد أو من عندك أو من عند أبيك هذه كلمة شرعها الله من السماء اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات زوجتك في بيتك أسيرة ارحم هذه الأسيرة يا أخي أخذتمهن لا تنام الزوجة حتى يأتي زوجها لا تأكل الزوجة حتى يأكل زوجها لا تستيقظ إلا بالوقت الذي يناسب زوجها أسيرة لا تخرج من البيت إلا بأمرك أهكذا يفعل بالأسير استوصوا بالنساء خيراً إنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله زوجتك عندك أمانة ليست من أبيها أمانة من الله بالله عليكم لو أن الله وضع عندك هرة وقال هذه أمانة عندك بالله عليك ماذا تطعم الهرة بالله عليك أين تجعلها تبيت بالله عليك كيف تعاملها وهي هرة كيف بالزوجة كيف بأم الأولاد كيف بهذه التي صبرت عليك أربعين سنة في شدتك وفي ضيقك وفي كربك أتذكر وأنت مريض في المشفى من الذي قام عند قدميك أتذكر عندما بقيت في بيتك أشهراً ثلاثة أو أربعة من كان الذي يعينك أليست هي تلك المرأة الآن عندما صرت قوياً طلقتها ما هكذا يفعل النبلاء استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان أسيرات أخذتموهن بأمانة الله والشاهد هنا واستحللتم فروجهن بكلمة الله هذه الكلمة زوجني ابنتك زوجتك ليست من القاضي الشرعي إنها كلمة الله كسرتها أنت الآن عندما تقول هي طالق ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة الطلاق والفراق والسراح إذا قلت لزوجتك هي طالق أو قلت لزوجتك فارقتك أو قلت لزوجتك سرحتك فقد مضت الزوجة نويت أو لم تنوي لا تقل للقاضي الشرعي لم تكن عن دينية خلاص خرجت هذه الكلمة وستحاسب عليها فكن دقيقاً بها نتابع حديثاً عن ألفاظ الطلاق بعد الفاصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر